إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جمع لنا كل المطلب في هذه الكلمات الوجيزة ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا أولا ونظر في حلالنا وحرامنا ثانيا وعرف أحكامنا ثالثا روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكمة هذا هو الحاكم الشرعي المنصوب المعين قولوا ما شئتم من قبل أئمتنا زمان الغيبة ليس منصوبا بالاسم ليس معينا بالاسم وإنما بالأوصاف والمؤهلات روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا عرف أحكامنا جعلته عليكم حاكمة نأخذ هذه الفقرات فقرة فقرة أول فقرة روى حديثنا حينما نقول روى حديثنا الرواية تعتمد على حفظ للنصوص مثل ما قالها المعصوم أو بمعناها ومضمونها فإما أن يحفظ النص لفظا ومضمونا وإما أن يحفظ بمضمونه لكننا حينما نقول راوي للحديث لا بد أن يكون في الأعم الأغلب تكون محفوظاته بالألفاظ والمضامي لكنه أيضا يحفظ المضامين دون الألفاظ ولا بد أن تكون المضامين قد حفظت بدقة عالية الراوي يحفظ 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 الأحاديث في الأعم الأغلب يحفظ الألفاظ مثل ما قالها المعصوم مثل ما وردت عن المعصوم ولكنه قد يحفظ من الأحاديث بمستوى المضمون فقط وفي بعض الأحيان يصل الحديث إلى راوية الحديث ليس بنفس الألفاظ التي فاضت بها شفاه المعصوم وإنما بحسب ألفاظ الروات الذين نقلوا الحديث عبر الزمان إلى هذا الراوي خلاصة الكلام الراوي يحفظ الحديث هذا أولا وثانيا يروي الحديث يروي بلسانه وليس على الورق كتابة الحديث على الورق لا يقال لها رواية إذا ما قيل لذلك رواية على سبيل المجاز الكتابة ضرورية بل واجبة بل من أوجب الواجبات لو لا أن يستعين أصحاب الأئمة بالكتابة والجمع والتأليف وضبط النصوص على الورق لمهبقي شيء من الدين حفظ الدين بكتابة النصوص هذا واجب آخر من واجبات رواة الحديث لكننا حين نقول راوية حديث لا بد أن يحفظ الحديث لا بد أن يكون حافظا للحديث لا على الورق أن يكون حافظا للحديث في ذاكرته في حافظته في خزانة معلوماته قولوا ما تشاء لا بد أن يكون حافظا للحديث ولا بد أن يكون متحدثا به وهذا لا نستطيع أن نتصوره إن لم يكون مدركا لمعاني الأحاديث التي يحفظها ولو بالإجمال وإلا كيف يستطيع أن يحفظ الحديث وهو لا يفقه معناه وكيف يستطيع أن ينقل الحديث للأخرين وهو لا يفقه معناه جزء من رواية الحديث أن نفقه معنا الحديث لأنني إذا كنت لا أفقه معنا الحديث فحينما أنقله لا يقال لي من أنني راوي للحديث أبدا أنا هنا ببغاء فهل يقال للببغاء راوية حديث إذا ما ردد حديثا مثل ما سمعه من الآخرين لنفترض أن ببغاء أو أي نوع من أنواع الطيور التي تحفظ كلام الإنسان وتردده هذه الطيور سمعت راوية حديث يردد الأحاديث وحفظت تلك الطيور الأحاديث وأخذت ترددها للآخرين فهل هذه الطيور يقال لها رواة حديث لا يقال لها رواة حديث لأنها لا تفقه ما تقول فراوية الحديث لا بد أن يكون واعيا بما يقول وعيه بما يقول هو الذي يجعله مبرز للمعنى حينما ينق الحديث طريقة إلقاء الحديث وهي طريقة الرواية تتوقف على فهم الحديث كيف أنقل لكم حديثا بطريقة صحيحة في النقل وأنا لا أفقه معناه فراوية الحديث لا بد أن يكون ملما بمعاني الأحاديث التي يحفظها بدرجة من الدرجات ليس بالضرورة أن يكون ملما بكل حقائقها وتفاصيلها لكنه لا بد أن يكون عارفا بمعاني الأحاديث بالإجمال بشرط أن تكون معرفته صحيحة أن تكون معرفته سليمة المعرفة الخاطئة ستجعل من هذا الناقل للحديث ستجعل منه راوية تسوء هذا ما هو براوية حديث الأئمة وحينئذ يشترط في راوي الحديث أن يكون عارفا بالعربية وأسرارها وأحكامها وإلا كيف سينقل الحديث إلى الآخرين بشكل صحيح وكيف سيكون متفقها في الأحاديث التي يحفظها ما لم يكن ملما بالعربية وأسرارها وخصائصها وأحكامها ولا بد أن يكون على قدر من الفصاحة وإلا كيف سينقل الحديث كيف سينقل الروايات هل سينقلها بلغة تفتقر إلى الفصاحة حينئذ ما هو براوية حديث راوية الحديث هو هذا أنا أسألكم هذا الحكوات الذي كان يحكي الحكايات في المقاهي في الأزمنة السابقة هذا الحكوات إذا لم يكن كلامه بينا وواضحا وفصيحا بحسب اللهجة التي يتكلم فيها في أي بلد من البلدان إذا لم يكن كذلك هل يصفه الناس بأنه حكواتي لابد أن يكون فصيحا بحسب اللغة واللهجة التي يتكلم بها ولابد أن يكون عارفا بما يقول وإلا لا يقال له حكواتي فما بالكم برواتي الدين برواتي تفسير القرآن برواتي معارف العترة الطاهرة راوية الحديث لابد أن يكون حافظا للحديث في الأعم الأغلب يحفظ النصوص بألفاظها ومضامينها وفي بعض من محفوظاته يحفظ الأحاديث بمضامينها بشرط أن يكون المضمون صحيحا يضاف إلى هذا لابد أن يكون واعيا بالذي قد استقر في حافظته من الأحاديث لابد أن يكون متفقها فيها لابد أن يكون على قدر من الفصاحة تكون مناسبة لنقل الأحاديث إلى الآخرين بنحو واضح وصريح وهذا يقتضي أن يكون ملما بأسرار العربية وأحكامها لابد أن يكون قادرا على الإلقاء الصحيح وهذا يقتضي أن يكون عارفا بفن الإلقاء ولو بدرجة من الدرجات فراوية الحديث يحتاج إلى فن الإلقاء ويحتاج إلى الكثير والكثير من العلم بالعربية وخصائصها وأسرارها وأحكامها يحتاج إلى فصاحة إلى منطق فصيح ويحتاج إلى حافظة جيدة ويحتاج إلى ثقافة واسعة كي يكون قادرا على إدراك مضامين الأحاديث هذا هو راوية الحديث أما أن يطلق على هؤلاء الذين لن يفقهون شيئا من حديث العترة الطاهرة إلا ما جاء بشكل مبتور مقطع في كتب الفقهاء بحسب المنهج الذي يدرس في حوزة النجف وكربلاء هؤلاء لا رواة حديث ولا هم يحزنون هؤلاء حينما يقرؤون صلاتهم يخطئون في قراءة صلاتهم لا يحسنون أن ينقل الحديث بشكل صحيح لا يحسنون قراءة الآيات القرآنية فأي رواة للحديث هؤلاء هؤلاء مجموعة من الأغبياء والسفهاء الشيعة يقولون عنهم فقهاء هؤلاء لا فقهاء ولا هم يعزنون لا أتحدث عنهم لأنهم ليسوا عربا أبدا القضية لا علاقة لها بالجنسية أو بالقومية أصحاب الأئمة كبار أصحاب الأئمة ما كانوا عربا منهم منهم الفارسي العجمي ومنهم التركي ومنهم الأفغاني ومنهم 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 العربي وخيرة أصحاب الأئمة كثير كثير منهم ما كانوا من العرب القضية لا ترتبط بالجنسية أو القومية أو العشيرة القضية ترتبط بمواصفات الشخص نفسه نحن نتحدث عن دين وعن عقيدة في مقام الدين والعقيدة فإن الجنسية هي العقيدة وإن القومية هي العقيدة نحن لسنا في نظام إداري لدولة معينة تشترط في الموظف الفلاني الذي يكون في المسؤولية الفلانية أن تكون جنسيته كذا أن يمتلك لبعض المواصفات القانونية بحسب قوانين تلك الدولة أو هذا نحن هنا نتحدث عن العقيدة الجنسية في العقيدة هي العقيدة والقومية في العقيدة هي العقيدة الانتماء إلى أئمتنا هو جنسيتنا وهو قوميتنا وهو عقيدتنا وانتهينا أنا أتحدث عن منهج غبي الذين يأتون إلى الحوزة لا يدرسون حديث أهل البيت أبدا من أول يوم يعبؤون في أذهانهم من أن أكثر الأحاديث ضعيفة ومن أنكم لا تمتلكون خبرة في مراجعة كتب الحديث يوجهونهم إلى كتب العلماء إلى كتب الضلال كتب علماء الشيعة كتب ضلال لا علاقة لها بدين العترة هذه كتب ألفت وفقا للمذاق الشافعي وفقا للمذاق الأشعري وفقا للمذاق المعتزلي ووفقا للمذاق الصوفي بحسب اختلاف موضوعاتها منذ أكثر من أربعين سنة وأنا أتابع هذا الموضوع قد تجدونني مبالغا إذا قلت لكم إلى هذه اللحظة وحق الزهراء هذا هو الذي أنا أؤمن به قد تقبلون كلامي ترفضون كلامي تعتبرونني مخرفا جاهلا أنتم أحرار بالنسبة لي أقولها وبشكل صريح منذ أكثر من أربعين عاما وأنا أبحث في المكتبة الشيعية إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب واحد لمرجع من مراجع الشيعة ألف وفقا لمنهج العترة الطاهرة وحق الزهراء البتول أنا لا أتحدث عن كتبي حديث العترة الطاهرة أتحدث عن كتب العلماء إلى هذه اللحظة لم يقع في يدي كتاب واحد من كتب مراجع الشيعة قد ألف وفقا لمنهج العترة الطاهرة وجاء بشكل نقي وصاف أبدا أبدا وأنا لا أتحدث عن مئة كتاب أو مئتي كتاب قد تابعتها أنا أتحدث عن كل المكتبة الشيعة حين أقول أتحدث عن كل المكتبة الشيعة عن الذي استطعت أن أصل إليه أتحدث عن الكتب التي وصلت إليها يدي أو وصلت إلى يدي لم يقع في يدي لحد الآن كتاب واحد من كتب مراجع الشيعة قد ألف وفقا لمذاق بيعة الغدير وفقا لمذاق العترة الطاهرة أن بني على أساس تفسير القرآن المأخوذ منهم بحسب منهجهم ومن حديثهم المفهم بحسب قواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير لم يقع في يدي لحد الآن كتاب بهذه المواصفات من هنا اقترحت مشروع كلامكم نور من هنا جاءت الفكرة ومن هنا جاء القرار لإنشاء نواة مكتبة شيعية نحاول قدر الإمكان أن نجعلها نظيفة بحسب الممكن من القذارة الناصبية لا نستطيع أن نجعلها نظيفة بدرجة مئة بالمئة هذا الأمر يحتاج إلى زمن طويل جدا لأن مراجع حوزة الطوسي خلطوا قذارات النواصب في كل مكان في المكتبة الشيعية ولذا من العسير أن نصل إلى مستوى أن ننظف المكتبة الشيعية الشيعية في نواة في جزء منها بدرجة مئة بالمئة هذا مستحيل من وجهة نظري إلا إذا بقينا لزمان طويل وطويل جدا يتجاوز أعمارنا إذن الصفة الأولى روى حديثنا رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في أول صفحة بعد مقدمات الناشر والمحقق في أول صفحة من رجال الكشي الرواية الثانية بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا ما يحسنون من رواياتهم عننا المواصفات التي مر ذكرها راوية الحديث يكون حافظا للأحاديث بألفاظها ومضمونها مثل ما وردت عن المعصوم أو أنه يحفظ بعضا منها بالمضامين الصحيحة لكن الأعمى الأغلب في محفوظاته لا بد أن يكون بالألفاظ والمضامين لا بد أن يكون واعيا لا بد أن يكون فصيحا لا بد أن يكون قادرا على الإلقاء الصحيح المواصفات التي مرت إمامنا الصادق يقول إذا أردتم أن تعرفوا منازل الشيعة عندنا عند العترة الطاهرة فاعرفوهم بهذا الميزان أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا هذا هو الميزان وليس بقدر ما درسوا من كتب علم الأصول أو من كتب علم الكلام أو بقدر ما يحفظون من أسماء رجال كتب الرجال وماذا قال الرجاليون عنهم الكنوز هنا في الروايات نفسها الإمام الصادق لم يشر إلى علم الرجال وإلى الأسانيد لا من قريب ولا من بعيد الحديث عن الروايات أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا قد يقول قائل ربما المراد من إحسان الرواية أن نحفظ سندها لا بأس بذلك ولكن الإمام لا يتحدث عن هذا إذا ما أكملنا قراءة الرواية لأن الإمام سيتحدث عن أن الفقيه هو المفهم المفهم لا يحتاج إلى الأسانيد وحينما يفهمه أهل البيت لا يفهمونه من أن السند صحيح أو ليس صحيحا وإنما يفهمونه مضمون المتن التفهم هنا لا علاقة له بالأسانيد ومن هنا قلت لكم فإن الأئمة لا يعبؤون بالأسانيد نواصب سقيفة بني ساعدة يعبؤون بالأسانيد ولذا فإن نواصب سقيفة بني نجف من مراجع حوزة الطوسي البتريين والمرجئيين يعبؤون بالأسانيد لأنهم يسيرون على منهج نواصب سقيفة بني ساعدة أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإن فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية عن أهل البيت الأئمة لا يعدونهم فقهاء فما بالكم بموقف الأئمة من هؤلاء الذولان من مراجع النجف وكربلة الذين لا يفقهون شيئا من معارف العترة الطاهرة الأئمة لا يعدون رواة حديثهم الذين يحسنون الرواية لا يعدون أنفقها هؤلاء ناقلون للحديث فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها لا نعد الفقيه منهم فقيها الذي يقول عنه الشيعة ليس من ثلان حوزة الطوس وإنما من هؤلاء الرواة الذين يحسنون الرواية عن العترة الطاهرة الشيعة تقول هذا فقيه على واحد منهم مثلا الإمام يقول نحن لا نعد هذا فقيها وإن كان راوية من رواة حديثنا وكان محسنا في الرواية لا نعد ه فقيها فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا هل يكون على ارتباط بالغيب المحدث المرتبط بالغيب أي غيب أن يكون مرتبطا بإمامه كان سلمان محدثا كان محدثا عن أمير المؤمنين هناك صلة غيبية فيما بين الأمير وسلمان قطعا الأمير هو المتحكم فيها وليس سلمان سلمان في مقام العبودية سلمان يتوجه إلى إمامه فيأتيه الفيض والمدد فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له هو يكون المؤمن محدثا هذه من صفات الأنبياء هو يكون المؤمن محدثا ماذا قال الصادق قال يكون مفهما نحن نفهمه على البعد والمفهم محدث يكون مفهما من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذا هو المفهم من أخلص لله أربعين صباحا هذا يعني أن مراجع النجف وكربلاء لا يملكون ذرة من الإخلاص لو كانوا مخلصين لمدة أربعين يوما السستاني الآن تجاوز التسعين لو كان مخلصا لمدة أربعين يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وهكذا بقية المراجع تفجرت لظهرت السستاني أخرس 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 هذه أحاديث الأئمة بقية المراجع الذين يتكلمون حينما يتكلمون تنكشف عوراته بشير النجفي أو أسحاق الفياض إذا ما تكلم عورة تتكل إنه عورة حقيقية على الأرض تتكل فضيحة بتمام المقاييس والبقية كذلك فأين هذه ينابيع الحكمة التي تتفجر من القلوب هذا يعني هؤلاء لا هم فقهاء ولا رواة حديث ولا هم مخلصون ولا هم زهات وكل هذا الذي تتحدث به أشيعة عنهم لا حقيقة له لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا ضمانا من أن الزاهد الحقيقية ستتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وأعطانا ضمانا من أن الذي يخلص لله أربعين صباحا تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه إذن هؤلاء لا هم مخلصون ولا هم زهات ولا هم فقهاء ولا هم فهماء ولا هم رواة حديث هؤلاء شياطين هؤلاء نواب الشيطان أعوان الشيطان نطق الشيطان بألسنته ونظر بأعينه هذه حقيقتهم من الآخر كل الذي أحدثكم به أحاديث الأئمة ما هو بشيء من عندي الإمام الصادق هو الذي يقول أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها راوية حديث ويحسن الرواية لا كهؤلاء الغبران في النجاف لا كهؤلاء الثولان في كربلاء راوية يحسن الرواية والشيعة تعده فقيها الإمام الصادق يقول إنا لا نعده فقيها أي فقيه هذا هذا فقيه بنظر الشيعة هذا راوية حديث ناقل للحديث هناك من رواة الحديث فقهاء من هم الذين يكونون محدثين يكونون مفهمين هذا هو دين الأئمة جميل واضح صريح أما هذا الذي في حوزة النجف هذا بيت العنكبوت هذا بيت الشيطان هذا الطريق المعقد الشيطاني الذي يغلف بالأكاذيب ويغلف بتجهيل الشيعة والضحك على ذقونهم وبسرقة أموالهم الأموال عند الشيعة أموال صاحب الزمان حينما تنتقل إلى جيوب المراجع تصبح مجهولة المالك كي يعبث بها المرجع وأولاده وأصهاره وأحفاده هذا هذا هو الواقع الذي عليه الشيعة ومن هنا قلت لكم لا يوجد حاكم شرعي حقيقي وهؤلاء وهؤلاء إذا ما حكموا بشيء لا شرعية لحكمه هؤلاء الذين تكون لهم شرعية إنهم رواة الحديث الذين يكونون محدثين مفهمين من قبل الأئمة الأئمة أعطونا ضمانا من أن عملية التفهيم ستكون موجودة على طول عصر الغيبة نحن ابتعدنا عن هذا المسار وجئنا بمنهج ناصبي جاء به الطوسي وبقي موجودا إلى يومنا هذا هذه مشكلتنا هذه مشكلة الشيعة أما الأئمة فقد وضعوا لنا المنهج الصحيح البداية من رواية الأحاديث طالب العلم الديني يفترض فيه منذ أول لحظة للدراسة أن يحفظ الحديث وأن يقرأ الحديث ويجاور ذلك أن يتعلم أسرار العربية وأن يتعلم أسرار الأدب العربي وأن يتعلم خصائص البلاغة والفصاحة وهذا كله لا يعرفه طالب العلم الديني المراجع أنفسهم لا يعرفون ذلك حينما يتحدثون يتحدثون بلغة تفتقر إلى أبسط المعايير الأدبية وحينما يؤلفون كتب مراجع الشيعة مسخرة إذا أردنا أن نقيسها بالمقاييس الأدبية إنها مسخرة يؤلفون العشرات والعشرات على سبيل المثال كتب محمد الشيرازي كتب محمد الشيرازي هي ككتب بقية العلماء لكننا إذا أردنا أن نقايسها بمقاييس ومعايير الأدب هي مسخرة كبقية كتب المراجع الآخرين إذا أردنا أن نقايس كتبهم بمقاييس ومعايير الأدب هي مسخرة مسخرة أشرت إلى محمد الشيرازي لأنه قد ألف عددا هائلا من الكتب هذا هو السبب الذي أخذته مثالا لأنه قد ألف عددا هائلا من الكتب بحسب المعايير الأدبية فهذه الكتب مسخرة وهذا الوصف لا ينطبق على كتبه فقط على كتب بقية مراجع حوزة النجف وكربلاء كتبهم تفتقر إلى المعايير الأدبية الصحيحة يندر أن نجد بين علماء الشيعة ممن يمتلك قلما أدبية الأعم الأغلب كتاباتهم هزيلة إلى أبعد الحدود يضحكون عليكم من أن هؤلاء علماء وحار الغرب به وحار علماء السنة بهم علماء السنة يضحكون على علماء الشيعة يجدون علماء الشيعة مسخرة ومهزلة وتلك حقيقة تلك حقيقة علماء الشيعة مسخرة ومهزلة كتبهم دالة على ذلك منطقهم حديثهم دال على ذلك هذا هو الواقع الموجود على الأرض أي فقهاء أي مراجع هؤلاء مهزلة ومسخرة هؤلاء فقهاء مراجع في أجواء حوزة النجا سفهاء مع سفهاء في هذه الأجواء أخبياء مع أخبياء ثولان مع ثولان هذا هو الواقع موازين موازين الأئمة هذه أين نجد لها انطباقا في حوزة النجا لو بحثتم ليل نهار في كل زاوية وحققتم مع كل معمم لن تجد حرفا من هذه الرواية منطبقا هناك أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا لن تجد شخصا واحدا في النجف وفي كربلاء يحسن الرواية عن العترة الطاهرة بهذا المنطق الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له هو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هذا هو الحاكم الشرعي الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق روى حديثنا رواية الحديث هي هذه قطعا الإمام الصادق يقصد المثل الأعلى المثل الأعلى هو هذا حينما يقول في مواصفات الحاكم الشرعي قطعا يقصد المقام الأعلى المقام العلمي الأعلى في معارف العترة هو هذا من هنا قلت لكم لا وجود لحاكم شرعي حقيقي بحسب ما يريد أئمتنا في الواقع الشيعي نحن عندنا مجموعة من السفهاء مجموعة من التافهين يقال لهم آيات الله العظمى عقول شيطانية ومعلومات شافعية أشعرية معتزلية هذا هو الموجود ولا يوجد شيء آخر رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية ما رد أجيب الأزمان واحد قال لي أنا شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قلت لنا آخر بابا ما توصل للنوبة إلي قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة قال يلي مستعجب مش جاهبيني تركب يعني خلاقا أغميشيني كما تقول خلاقا أغميشيني جيمي تبغل أغميشين حركة فقوش ديخ عرفي فقوش والنس عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مالي تأجيب الأزمان عربة قال تركب مثل ما تركب نعم الله ي ديخ ومش لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا هذا هو واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة ترجمة نانسي قنقر